نعيش بسنة الهادي نقص سيرة الغرى حياة ملؤها ألق وظل وارف اللفيا تعالوا نقتفي أثر الحبيب الباذل المعطى تعالوا نقتفي أثر الحبيب الباذل المعطى دروس جمة عبر وذكر فاح في الأرجاء نعيش بسنة الهادي نقص سيرة الغرى نقص سيرة الغرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي من جديد أيها الأحبة وأقول لكم أبدا تحن وليكم الأرواح ولقاءكم ريحانها والراح وقلوب ودادكم تشاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاح ما أجمل نلتقي معكم يا كرام يا أبناء الكرام في لقاء جديد مع قصص نبوية فيها الخير لنا في حياتنا في مستقبلنا في ما هو قادم من أمرنا في علاقاتنا في كذلك العبادات والطاعات والإيمان وكذلك لنا في رسول الله أسوة حسنة وقدوة وأسوة وسببا أسباب دخول الجنة بإذن الله تعالى ما دومنا أننا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعندما نذكر هذه القصص ففيها العظا والعبرة وكذلك فيها أيضا النجاة مثلها كمثل سفينة نوح من ركبها النجاة ومن تخلف عنها غرق أيها الأحبة نحن هذه الأيام نريد أن نعيش مع الله بحسن الظن نعم في طول حياتنا لكن تمر علينا أيام كأيام رمضان أيام الطاعات أيام العبادات لا بد أن لا نصوم ولا نصلي ولا نقوم ولا نتصدق ولا نقرأ القرآن إلا ونحن نحسن الظن بماذا بالله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلونا في قصة رمضان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر في رمضان مع عظم الموقف كان النبي يصلي تحت شجرة ويدعو الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله ولما بنوا له العريش أخذ النبي يرفع يديه بالدعاء ويحسن الظن بالله ويقول اللهم إن تهلك هذه الجماعة والعصبة فلن تعبد على الأرض بعد هذا اليوم يقصد أن هؤلاء هم نوات الإسلام هؤلاء الصحابة هم نوات الإسلام وهم الخطوة الأولى إلى الإسلام وهم البداية لهذا المشوار أو هذا الطريق هو طريق الإسلام وتكوين دولة الإسلام هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يحسن الظن بالله لذلك الله تعالى أرسل له أرسل له ملائكة مردفين خمسة آلاف خمسة آلاف من الملائكة نصر النبي والصحابة مردفين ما معنى مردفين؟ يعني يتبع بعضهم بعض حسن الظن بالله إياك أن تعبد الله وأن تتسيئ الظن به يا أيها الذين يقولون لنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى أنا عند حسن ظني عبدي به أيوب أيوب وإيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا بابه من ضر لا إله إلا الله أيوب 18 سنة في المرض لما قال ربي لما قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين استجاب الله تعالى له وكشف ما به من ضر إذن أحسن الظن بالله وادعو أحسن الظن بالله وتوكل عليه أحسن الظن بالله واعلم أنه هو الضار والنافع نعم الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى وهذا عقيدة طيب الدواء سبب العلاج سبب الذهاب للطباء سبب لكن كل ذلك بيد الله كل ذلك بيد الله امرأة زنيرة في مكة اسمها زنيرة كانت مولاة البني عبد الدار لما أسلمت أخذوا يضربوها ويؤذوها ويضربوا رأسها بالجدار حتى أصابها العمى جاءها سادات قريش قالوا لها إن الذي أصابك بالعمى هو غضب اللات والعزة قالت إن اللات والعزة لا تضر ولا تنفع إن الضار والنافع هو الله فدعت الله فما هي الأيام لحظات أوقات فعاد إليها بصره حسن الضم بالله سبحانه وتعالى طيب يونس في بطن الحوت يونس في بطن الحوت لما نادى ربه قال لا إله لن سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا الله زكريا زكريا دعا ربه قال ربي هب لي قال ربي زكريا لما دعا ربه دعا ربه بماذا دعا ربه بالولد فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إذن من أسباب الاستجابة ما هو الدعاء من أسباب الاستجابة الصلاة من أسباب الاستجابة العمل الصالح من أسباب الاستجابة الإقبال على الله من أسباب الاستجابة سلامة التوحيد من أسباب الاستجابة سلامة الاعتقاد من أسباب الاستجابة أن تعلم أن الله هو الضار وهو النافع إذن أيها الأحبة أحسن الضم بالله واعلم أن الله تعالى معك بلال وهو يموت كانت عنده الزوجة تبكي وتصيح قال من الذي يوكيك قالت له تموت قال اسكتي غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا يحسن الضم بالله أنه من أهل الجنة رجل اسمه أبو الوفاء جلس عند رأس يبكون أهله قال من الذي يوكيكم قالوا تموت قال عبدت الله خمسين عاما خمسين عاما دعوني أتهيأ للقاء الله إنه حسن الضم بمن بالله سبحانه وتعالى لكن حسن الضم بالله لابد له من ماذا من عمل أما أن تحسن الضم بالله بدون عمل بدون عبادة بدون طاعة بدون سلامة من الذنوب والأخطاء هذا يحتاج إلى إعادة نظر إذن لابد أن تحسن الضم بالله بعبادة وطاعة وإقبال على الله سبحانه وتعالى وكذلك الإيمان به فكل ذلك سبب من أسبابي أنك تكون عند ظني تكون عند الظن أو يكون الله عند ظنك رجل رجل كان يخرج يتصدق فخرج في ليلة من الليالي فوضع الصدقة في يدي سارق أصبح الناس يتحدثون قالوا تصدق على سارق اليوم الثاني وضعها في يدي زاني فقالوا تصدق على زاني ووضعها في الليلة الثالثة في يدي غني قالوا تصدق على غني بات وهو يحسن الضم بالله فقبل الله صدقته لماذا لأنه أولا وضعها وهو لا يعلم حالهم وأحوالهم ولما سمع بذلك أحسن الضم بمن بالله سبحانه وتعالى فأصفح الغني التعظ الغني التعظ الغني فتصدق والزانية تابت والسارق تاب وعاد وآب إلى الله سبحانه وتعالى إذن حسن الضم بالله رجل لم يحسن الضم بالله كانش كثير الذنوب والمعاصي حسن الضم بالله تتوب تتوب إلى الله فلما دنى موته قال لبنيه إذا ميت احرقوني ثم اطحنوني ثم إلى الريح ذروني فوالله لو قدر علي يا ربي لعذبني عذابا ما عذبوا أحدا قط فلما مات وفعلوا أبناءه الجهالاء حرقوه وطحنوه وإلى الريح ذروه قال الله جل في علاه يا أرض اجمعي ما فيك منه فإذا هو قائم بين يدي الله قال لما فعلت ذلك قال خفتك قال ادخل الجنة ادخل الجنة رجل أيضا كان هذا الرجل كان يدين الناس وكان يقول لعماله إذا وجدتم محسر فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه فلما مات سأله الله وهو أعلم قال هل فعلت خيرا قط قال لا يا ربي إلا أني كنت أقول تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عني قال إنا تجاوزنا عنك فادخل الجنة تجاوزوا تجاوزوا بحسن الضم الله تجاوزوا عن إخوانكم تجاوزوا عن أقاربكم اعفوا وتجاوزوا فإن ذلك سبب من أسباب وحسنوا الضم الله فإن ذلك سبب من أسباب أن الله يتجاوز عنكم وعلموا أن الجزاء عند الله من جنس العمل اللهم اعفوا عنا يا من يحب العفو اعفوا عنا يا من يحب العفو استرنا يا ستير احفظنا بحفظك يا من وسعت رحمته كل شيء رحمنا اللهم إنا نسألك أن تيسرنا اليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته مبتنا إلا عافيته فقيرا إلا أغنيته عزبا إلا زوجته ضالا عاقا إلا هديته بعيدا إلا قربته اللهم إنا نسألك أن تجمعنا ولا تفرقنا واحدنا ولا تمزقنا من أرادنا وجمعنا واجتماعنا وبلادنا وقادتنا وقيادتنا وجندنا وأهلنا وأموالنا وسعادتنا بسوء اللهم اصرفوا عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت اللهم أننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أننا نعوذ بك من المأثم والمغرم ونعوذ بك من القلة والفقر والذلة اللهم أننا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسب ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أننا نسألك الجنة وما فيها واجعلنا من ساكنيها ونعوذ بك من النار وما فيها ولا تجعلنا من ساكنيها إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير صلى الله عليه وسلم وبركاته ورسوله وبركاته بادل المعطى دروس جمة عبر وذكر فاح في الأرجاء نعيش بسنة الهادي نقص السيرة الغرى نقص السيرة الغرى